اشتركوا في القناة اطلاعوا على محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل الفنية فيما تمت مناقشة مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي وفي ختام الاجتماع أصدرت هيئة الاتحاد الجمركي عددا من التوصيات تمثلت في تكليف الفريق المختص بالعمل على استكمال متطلبات الاعتراف المتبادل في منافذ الدخول الأولى وتقليص دور المنافذ البينية لتسريع عملية انتقال البضائع بين دول مجلس التعاون كما تم اعتماد الدليل الإجرائي للتحويل الآلي المباشر بين دول المجلس مع تفعيل العمل به اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل